نحو حركة نشر فاعلة ترتقي بالمحتوى العربي وتضلع بمواجهة الثقافة الغربية وتداعياتها يُعقد مؤتمر دبي الأول للنشر في دولة الإمارات العربية بحضور أكثر من ثلاثين شخصية مختصة بشؤون النشر والترجمة وتحت رعاية مؤسسة الإمارات للنشر أقيمت خلال يومين متتاليين ندوات وأورش عمل تناقش مستقبل النشر العربي وجدواه في صناعة الأجيال القادمة المؤتمر طبعا يحوي العديد من الخبرات هو عبارة عن وعاء معرفي فيه أفضل ممارسات في صناعة النشر والتسويقة وفيه أفضل ممارسات في التشريعات وفيه أيضا أفضل ممارسات في تسويق الكتاب والتسويق الإلكتروني وغيره وخاصة في خضم التواصل الاجتماعي وغيره وهاي الأمور مؤتمر دبي للنشر يسلط الضوء على أبرز المشاكل التي تواجه النشر العربي وتقف عائقا دون تطوير صناعة النشر ومحتوى الكتاب وجودة إنتاجه أمور أدت كما يشير المشاركون هنا إلى تراجع في سوق النشر لصالح الكتاب الإلكتروني الذي فرضه حضور التكنولوجيا وتعزيزها كأداة مؤثرة في كافة المجالات القصور في التسويق وتطور التكنولوجي لا يعدان العقبة الوحيدة أمام صناعة نشر واعية تشكل هوية عربية خاصة وسط حالة فكرية متأثرة بمعطيات الحالة السياسية وتردي الظروف الاقتصادية الراهنة الأمر الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى انشغال الفرد بتوفير لقمة عيشه ومسلزمات حياته التي لا تشمل بالطبع شراء الكتب التوزيع مشكلة كبيرة جدا تواجه صناعة النشر في الوطن العربي الموزع الآن لا يفكر غير في المكاسب الاقتصادية فقط ولا يختار ما يبيع إلى ما يتربح منه لا يختار الكتاب الجيد لأنه جيد أنا أعاني من مشكلة أني أختار بعض أنواع الورق المكلفة ضعف أو انعدام شركات توزيع الكتاب وحصر المبيعات بمعارض الكتب لا يعتبر أخطر ما يواجه مستقبل النشر في المنطقة بحسب مؤسسة الدار المعرفة المصرية الرقابة في الغالب بيعملها للأسف الشديد موظف الموظف ده موظف حكومي ممكن ما يكونش لي علاقة بالثقافة أكثر من أنه هو اسم رقيب كتب أو مصنفات فنية فهو لا يدرك المعنى الموجود في الكتاب فممكن ياخد الكتاب من عنوانه من صورة على الغلاف ويقيم الكتاب على هذا الأساس انخفاض سقف الرقابة في بعض الدول العربية وحقولها دون تعميم وتوحيد المعرفة بين الشرق العربي والمغرب العربي يتسبب بإحجام الناشرين عن نشر موضوعات مهمة خشية المنع والتصادم مع المحرمات الثلاثة ومن هنا يبرز بحسب اتحاد الناشرين العرب دور الحكومات العربية ان احنا بنتمنى ان تدعمنا لكن عندنا امل ان احنا نخرج من الصناعة اللي هي بتتهددها التوقف لان زي ما قلتلك ان عدد النسخ اللي بتطبع عدد قليل جدا صناعة مهددة بالتوقف عايزين دعم من الحكومات فحل المشاكل اللي احنا بنتعرض ليسه احنا مش عايزين دعم مادي احنا عايزين دعم فيه حل المشكلات زي ما قلتلك عايزة حل الكتاب اللي بنطبع 1000 و 2000 لان الكتاب بيقابل اكتر من 20 رقيب يبدو بان جل المشاكل التي يواجهها الناشر والكاتب العربي هي ذاتها التي تواجه المواطنة العربية البسيط في تعليمه وفي لقمة عيشه وعلى كافة الاصعيدة ورغم ما تسعى له مثل هذه المؤتمرات والمناسبات الثقافية من تعزيز لحركة النشر والتوزيع والترجمة الا ان كثيرين هنا اكدوا بان صناعة النشر العربية لا تزال تخطو خطا خجولة باتجاه الارتقاء الى حد المنافسة مع صناعة النشر الاجنبية ألا هاشم أورينتو نيوز دبي